إذا تسمح لي، هذه أولاً كلام غير صحيح وأخبار كاذبة تظهر على وسائل الإعلام وتحاول كذلك القنوات أن تنقلها وتحولها لتقارير حقيقة وتناقشها في الفضاء الإعلامي العراقي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط لا يوجد لهكذا مسار حقيقة لدى الدولة العراقية ولو كان هناك حقيقة صور لدى هذه الصحف والصحف الصفراء حقيقة بنقل هذه الصور لكان نشرتها طبعاً ولكنه لا يوجد هكذا حقاق ولكن تحاول أن تدس هذه المعلومات المضللة وهذا دوماً موجود في الحروب أن يلعب الإعلام دوراً إيجابياً من جهة في نقل الحقاق دكتور حسين الأمر لا يتعلق اليوم بما ينشر اليوم يتعلق الأمر الإسرائيلي دعني بس أكمل هذه الفكرة إذا سمع دكتور حسين الإسرائيلي اليوم يجعل الأطفال حجة بأن هناك حماس يعني تجعل الأطفال كواجهة لاستقبال الصواريخ لذلك أنا أسألك بما يتحدث بالإسرائيلي أنت معلومات مضللة قاعد تنقلها أنت لماذا تنقل معلومات مضللة؟ أنا قلت في البداية هي مسربة دعني أقول لك هذه معلومات مضللة دعني أقول لك هذه معلومات مضللة هناك محاولات يائسة لنقل العراق إلى حالة الحرب بعد استقرار داماً أكثر من عامان عامان من الاستقرار الآن في العراق العراقيين تركوا الحرب بعد 20 سنة من حروب قادوها على التنظيمات الإرهابية لتهديد النظام السياسي وتهديد الدولة العراقية وتهديد البجتمع العراقي وهذا الخطاب الديماغوجي الذي الآن حقيقتين يراد أن يمرر على الدولة العراقية ويراد أن يمرر على دور العراق الكبير الذي لعبه منذ أزمة غزة ولغاية هذه اللحظة وكذلك أزمة لبنان وحالة الحرب في الشرق الأوسط هناك محاولات للضغط على العراق لكن حكمة القيادة السياسية العراقية برئاسة الأستاذ محمد الشيء السوداني ودعم كذلك القوى السياسية العراقية في اتلاف دارة الدولة وفي الإطار التنسيقي وكذلك توجيهات المرجعية العليا في النجف الأشراف وكذلك اللقاء الذي جرى مع ممثل الأمين العام الممتحدة في هذا المسار كانت واضحة جداً وكذلك السيد وزير الخارجية العراقي كانت أشار بصورة واضحة جداً إلى موقف كذلك الدولة العراقية والسيد الرئيس وزراء كان صوته صادح منذ بداية الأزمة حذر من عمليات ومحاولات نقل وتوسيع هذه حالة الحرب ولذلك نتطلع حقيقة إلى الدور الكبير للإعلام في عملية مواجهة حالات التضليل الإعلامي التي تظهر هنا وهناك وينقل حقيقة أكبر صفراء غير صحيحة يحاول أن يمررها على المجتمع العراقي ويحاول أن يمررها على الدول العراقية ولذلك بالمقابل نقول بصورة واضحة جداً نحن الآن نقف أمام حالة الحرب وندعو إلى إيقاف إطلاق النار الفوري حقيقة وهذا موقف السيد الرئيس وزراء قد تحدث به في جمعية العامة لأمم المتحدة وكذلك حلفاء العراق الآن من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا يذهبون الآن بهذا الاتجاه بالإضافة كذلك إلى الموقف الروسي والصيني بهذا الاتجاه وكذلك مواقف الدول الصديقة في دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت ترفض حالة الحرب وترى أن هذه الحرب هي مدمرة للأمن الإنساني في المنطقة وتزيد الأزمة الإنسانية في فلسطين وكذلك بالمقابل تمام دكتور حسين